بعث الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو أكد الفريق أول عبد المجيد سقر خلال البرقية أن ثورة يوليو المجيد التي كانت وستظل إنجازا وطنيا بطوليا حمل لواءه طلائع القوات المسلحة لتعيد لمصر حريتها وعزتها وقرمتها دعينا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الذكرى على الرئيس السيسي بموفور الصحة والعطاء على الوطن بكل الخير والبركات بقيادة سيادته الوطنية الصادقة لمسيرة الشعب المصري العظيم ورجال القوات المسلحة كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعث برقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي هذا وقد أصدر الفريق أول عبد المديد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة ترجمة نانسي قنقر